أبرز ردود الأفعال على الكلام ده تعال نشوف مع بعض جمال سلطان كاتب صحفي بقى بيرد على الهرتلة اللي عمليين نسمع فيها دي بيقولك مصر اللي بنت أول مطار مدني في المنطقة مصر اللي عرفت أول طائرة مدنية وأول طيار عربي مصر التي يملأ خبراؤها العالم مصر الأكثر من 120 مليون إنسان يقول حاكمها العسكري حكامها العساكر الفشلة إنهم عاجزين عن إدارة مطارتها فيقررون بيعها بالكامل لشركات أجنبية تدرها وتشرف عليها العسكر وصفت فشل وخراب باختصار جمال سلطان بيكتب تاني ويقولك أو بيكمل السؤال الضروري هو ما هو الإنجاز في إنك تبيع أرض الوطن قطعة قطعة لتعود فشلت في الإدارة والإنتاج وتنفق على الخرابة الذي تسببت فيه وتسدد الديونة التي وردت البلد فيها ما هو الإنجاز في إنك تأتي بأجانب ليديره مطارات البلد ومنشآتها ما هي الحاجة لوجودك أساساً ومنحك كل تلك السلطات دي أسئلة مشروعة جداً جمال سلطان سليم عزوز برضو الكتب الصحفي بيسأل أسئلة مشروعة برضو زي أسئلة جمال سلطان بيقولك كلما انتقضنا فشلاً قالوا لنا تركيا كتبت عن الاتجاه لتوكيل شركة أجنبية بإدارة مطار القاهرة فقالوا ومطارات تركيا ما لها مطارات تركيا وما لي أنا وما لتركيا وإنت فين من تركيا مطار اسطنبول اللي قد بلد بتديره شركتين تركيتين علم إدارة المطارات بيدرس في الجامعات التركية تلت جامعات تركية على الأقل فيها كليات اختصاصها إيه؟ إدارة المطارات أنت الإدارة عندك من اختصاص الجنرالات وفشلت باعتراف حكومتك تفضل الميكروفون معك يلا إزعجنا بقى عم أحمد موسى والعم عمر أجيب ولا لقاء الخطيب ولا الناس اللي ملهمش لازم أدوك أنت النهاردة طالع تقول العلم والإدارة مش الفهلاوة أنتوا اللي بدعتوا الفهلاوة وأنتوا اللي فشلت في إدارة البلد أنتوا مش واخدين بالكو بس ده أنا سعيد بيكم النهاردة جدا عمار علي حسن هو بيكتب لكم من جوة مصر وبيقول سوء الإدارة ليس بديل عن سوء النية إنما يكون تنفيذاً له أحياناً أنتوا فشلت ورايحين تبيعوا ورايحين ترهونوا البلد وتصغروها ده كلام عمار علي حسن هو أنت ليه باشا تعملت الشركة مصرية من 40 سنة كده 40 سنة ما عملتش من 40 سنة ليه ف2010 ما عملتش ليه باشا برضو من 2010 ولا من سنة 2000 ده بيقولك من سنة 2000 كنا عايزين نعمل كده ما طورتش نفسك ليه من 2000 ليه عشان أنت فاشل